قال قائم قام قضاء تكريت الدكتور عمر الشنداح في تصريح خاص به قناة صلاح الدين الفضائية أن منسوب المياه في حوض دجلة انخفض خلال هذه الأيام مشيدا بجهود محافظة صلاح الدين وخالقة الأزمة التي أسهمت في درء مخاطره ضمن حدود القضاء لدينا قرابة الاربعين كيلومتر سداد فيضانية واقية قسم من السكن موجود بشكل قليل في داخل حوض النهار يعني منذ الأيام الأولى لارتفاع المناسب يعني بلغنا القاطنين في حوض النهار بضرورة إخلاءها كانت منطقتين رئيسية في تكريت ضمن حدود قضاء تكريت الأولى في منطقة البعجيل التي هي قرية شيوان وأيضا قرية جنوب بعوينات تسكنها العوائل تم أخلاءها خلال الموسم الفيضان ولحد الآن تنبيهاتنا لهم بضرورة عدم العودة في السكن في هذه المنطقة فهذا السداد الممتدة لأربعين كيلو تقريبا استمر فيها العمل لفترة طويلة بجهد متواصل بإشراف السيد المحافظ رئيس خلية الأزمة ودعمه من خلال البلديات بالآليات ودائرة الموارد المائية أيضا بجهدها الهندسي لصيانة هذه السيداد اليوم مستوى النهر ضمن حدود قضاء تكريت ضمن الحدود المقبولة المطمئنة نوعا ما هناك تأهب لأي طارق قد يحدث في المستقبل لكن خلال هذه الفترة ليس هناك تحذيرات بارتفاع مناسب المياه عموما الوضع مسيطر عليه وإشارات التنبيه تصلنا أولا بأول نطمن المواطنين خلال هذه الأيام والأيام القليلة المقبلة الأمور تكون تحت السيطرة وليس هناك خطر من خلال ارتفاع مناسب المياه